سطل الماء سنعرف انبرد الماء فحبنا نعمل نسخة فلسطينية فاكتشفنا انه بلدنا كلها زي ما انتم شايفين هيك ركام ورمل فقررنا من هذا الركام اللي هو تبع المنازل اللي تهدمت في غزة ندير ع حالنا الان التحدي بدناش نذكر اسماء بعينها هذا تحدي لكل الشرفة اي واحد حاب يتضامن معنا بهذه الطريقة او اي طريقة يراها مناسبة بشرفنا واحنا محتاجين زي ما احنا محتاجين دعم مادي محتاجين ايضا كل المواقف مش عاملين الاشي هذا عشان التبرعات لان احنا الحمد لله مش هنطلب تبرعات الانسان اللي حاب يقدم شغلة يدور كيف بتصل لفلسطين ويحاول يقدمها اللي ما عندوش يقدم موقف يحكي كلمة خير يسجل خصوصا الناس اللي عندها متابعين او معجبين يعني لو كتب كلمة حق وقال انا مع المقاومة انا مع فلسطين انا مع غزة انا مع المظلومين بكون كتير شكرا الو لانه كلنا محتاجين لكل المواقف يعني اذا كانت الانظمة شوية متخادلة او كتير متخادلة بدنا الناس المتابعين اللي لهم جمهور يتعاطفوا معنا ويعملوا زي ما انا بدي اعمل او على الاقل يسمعونا كلمة طيبة بحق الفلسطينيين في غزة تهالي انا صحيح دير طبعا ما فيش عندنا مياه فهذا اللي موجود هاده الامكانيات اللي عندنا في فلسطين واحتمال اروع عالبيت ما لقيش مياه اتحمام يعني لو بشوفتوني في تقرير باعت هيك وانا مغبر ومعفر حاولوا تسامقوني وحاولوا تتعاطفوا معنا شكرا كتير لكم السلام